علي من عمان يسأل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه حث على الصدقة على الأقربين ولذلك قال اجعلها في الأقربين وقال أفضل الصدقة على ذا الرحم الكاشح وهذه القاعدة المتقررة أن الأصل في الصدقة أن يضعها الإنسان في أهله وفي أقاربه أن يضعها الإنسان في أهله وفي أقاربه هذا من حيث يعني تأصيل هذه المسألة من حيث الأصل أما من حيث الضرورة فينظر فإذا كان عندي فقير قريب لكنه غير مضطر إلى الصدق وعندي بعيد مضطر إلى الصدق يعني تتوقف حياة هذا البعيد على صدقتي تتوقف أموره الضرورية على صدقتي فتكون الصدقة بهذا الاعتبار على البعيد أفضل من القريب يعني عندك أخ أموره طيبة وممكن يمشي حاله مثل ما يقولون لو تصدقت عليه عفوا لو ما تصدقت عليه ما يتضرر ما يتأثر وعندك شخص بعيد لو تركته وأنت علمت بحاله وليس ثم من يتصدق عليه وعلمت بأن هذا لو لم تتصدق عليه وقع في حرج أو هلكه فإن الصدق على مثل هذا أفضل ولذلك الأفضلية أحيانا تتغير باعتبار الحال الأفضلية أحيانا تتغير باعتبار الحال بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر